وفي هذا اليوم سوف نحقق طاريخاً من أجل إنشاء أو تأسيس مركز لمحاربة التطرف والإديولوجيا المتطرفة موجود هنا في هذه المنطقة من العالم الإسلامي هذا المركز الجديد يمثل إعلاناً جديداً بأن الدول الأغلبية المسلمة يجب أن تأخذ دوراً ريادياً في محاربة الرد لك أو التطرف وأود أن أشرح لك أعبر عن امتناني للملك سلمان لقيادته وإثباته على قيادة قوية فهو قوي في قيادته